في العملية الانتخابية نفسها الأسلوب التي هي الانتخابات كيف تتم الانتخابات لغاية الآن اعتمدنا على أسلوب القائمة الاسمية النسبية المغلقة ما معنى المغلقة؟ بمعنى أن الحزب يقدم قائمة ويكون ترتيبها محدد من قبل الحزب وعن طريق النظام النسبي سيفوز رؤساء اللي هم في القائمة الأولى حسب الأصوات اللي حصل عليها الحزب ويقسل باقي وطبعا هنا أعطينا سلطة تقديرية كبيرة لرئيس الحزب والنافذين في الحزب وحتى الإدارة إذا تتدخل وبالتالي سيغيب صوت المواطن ما عندهش عن الاختيار الصحيح إذن لابد من إعادة النظر في هذه هنا ممكن يئم الروح للقائمة الاسمية المفتوحة بمعنى أن ولتكن قائمة لكن الناخب له الحرية يختار الأخير في القائمة أو في الوسط أو في الأول ويكون تنفس على كل القوائم معناها سيختار الأكفع من كل القوائم هذه الحالة يسميها انتخاب عن طريق القائمة الاسمية المفتوحة